الحمد لله الحمد لله درنا القيه لولا والان فقنا باش اصحاب السمقالا نفيقوهم تاني وما كين غير القاسح اللي تيق السح لانه هان الوقت باش يكون هناك الحزم الحزم كل الحزم والقطع مع كل ما يتسبب في الهضر دي الزمن المدرسي دي التلميذ كل من يعرقل الاصلاح والتغيير جيوب المقاومة الرافدة للاصلاح والتغيير لان اصلاح المنظومة التعليمية تأخر ب23 سنة 23 سنة السبب دياله هو تكريس الفئوية والتفاقات الارضائية للقواعد والقفز عن الحقوق والفئات التي تقاعدت بدون ان تأخذ الحق ديالها السبب الرئيس هو ان هذه الاتفاقات كانت تكون ارضائية ريع سياسي والنقابي اذا اولا مساءكم سعيد نعود لكم من جديد عدنا والعود احمد فاليان ناموسا من الهم ديالها في هذه القناة التنويرية القناة ديال الصراحة راحة وفيما يبالينا شيلوبس من عطلوه شيبالينا في الامير ما كان عطلوه الباقات اذا هنا في هذه القناة ماشي من اجل الارضاء ديال الاخرين او ارضاءين اي كان الصراحة والقاسح والمعقول باش نتجاوز كل ما يتسبب في الهضر ديال الزمن المدرسي ديال التلميذ اللي وضع كراهينة او طاج مندو ثلاثة وعشرين سنة فالاصلاح بدأ مندو المطاق الوطني العشارية ديال الفين الفين وعشرة اللي تخسرت فيها الملايير وهدرت لواحد الاخ الكريم قال لي بانا يعني التقارير ديال المجلس الاعلى للحسابات في شقه الذي يتعلق بالتعليم اشار الى مثلا قال ليك الانتقالات الى اخره يعني من بين العوامل باش ما كانتش المرضو ديال وانا مش بعيد ان هذاك شيء يدرج في النظام الاساسي الى اخيره فاي رؤية واي توصية فهي من اختصاص المجلس الاعلى للتعليم الهيئة العليا لها الاختصاص والصلاحية في الرسم ديال استراتيجية ديال السياسة التعليمية بالمغرب هي الوحيدة دات الاختصاص لتتعطي الخلاصات ديالها والخلاصات ديالها اصلا اعطاتها في 2015 وتبنات عليها الرؤية الاستراتيجية ديال 2015-2030 32 مشروع تم التعطير ديالها بقانون اطار 51-17 انتهى الكلام النظام الاساسي المقبل اللي بنوه الان لدار المراجعة دياله فهو يقطر وينزل ويفاعل بالقانون الايطار 51-17 ني بلوس ني موان مع المراجعة المتضمنة في النموذج تنموية 2022-2030 وتم الانتهاء منه حتى هدو اللي تيقول لك بقين يلا اعلان نوايا و14 يناير هو اتفاق ديال النوايا الى اخيره ويلا كيشافوا المبادئ الاساسية وباقي مدار السياغ النظام الاساسي هذي كشيرا انتهينا منه احنا هاد المبادئ الاساسية هي اللي كانوا خاصهم تعطعتهم المسودة في 2019 شو تنموية باشي وقعوا لهم واشي وقعوا لها لان كانت عندهم اجندة اخرى من اتحقت هذيك الاجندة الان وقعوا على المبادئ الاساسية ديال النظام الاساسي اللي انتهوا من الصياغ دياله في 2022 النهاية ديال دو جنفير اللي تيقول لك المراسيم باقي ماشناها شو باقي مزرناها شو باقي الى اخره المراسيم كانت جاهزة نهاية 2022 والنصوص تنظيمية والقرارات ديال المراسيم التطبيقية انتهى الكلام لما كنتيش متبع شغلك هذك وهذا الشي اللي التافق عليه في 18 يانير سينزل بحدافي ريه الملفات الانية والتوافقية اللي كانت في اللجنة التقنية انتهت من المذكرات المجسدة اللي اجرأت الاتفاق الى اخره وانتهى الكلام والمراسيم والنصوص تنظيمية دياله الى اخره 25 يوليوز النظام الاساسي كما قلت سياغ دياله كملوا منها الان كين استكمال الان كين يجي واحدين تبغوا يقفزوا يقومون بالتضليل والركوب على الملفات خصوصا هذا اللي تقول لك خارج السلم خارج السلم ماشي هو الدرجة الجديدة لان كل واحد تبغى اول حسب يعني الهوى دياله وحسب المنفع دياله والمصلحة دياله هذا الشي لن يتكرر الان وحتى الحكومة انتبهت الى هذا الشي والان الطلبة لغيول جو يعني لزيناس الى اخره الان نرى مبدو تنزلوا يعني تقوموا بدروس تطبيقية في اعداديات وفي المدارس الى اخره عندهم الشق يعني النظري والتطبيقي وحتى ديال الجامعات تاهم ما غد يدخلوا التطبيقي وغير تحقوا بالاعداديات والتانويات والمدارس من هذا الجانب يعني الحكومة جهزت في حالة لكان هناك شيء اضرابات ولا شيء توقيف عن العمال رأى عندهم يعني اللي يعودهم كين اللي يعودهم اذا خاصنا نمر الى تفعيل المجالس التأديبية لان لا يستحيل ان هاد المرة هاد المرة هاد ينوقفوا امام الاصلاح ديال المنظومة التعليمية نهائيا يستحيل هاد ينبقوا تنهضروا في الزمن المدرسي ديال ابناء المغاربة المستضعفين الفقراء اللي ما عندهم امكانيات المادية باش يدولدهم التعليم الخصوصي اذا ما تنسوش كبارتاجوا هاد الفيديو على نطاق الواسع حتى تعمل فائدة تكتروا من الجامل اعجاب اللايكات وتضروا 22 يا حلو انت يا جميل يا حنيين على الوسط ماذا هالشي علاش قلتوا وعلاش باغي ندير هذا الفيديو اني لاحظت تاني واحدين اخرين تيضروا وتبغيو تخلطوا خارج السلام بالدرجة الجديدة اللي جاءت في الاتفاق ديال 26 ابريل 2011 وشتان بين درجة الجديدة اللي كان جات في الاتفاق ديال 26 ابريل وهادو اللي تيضروا بخارج السلام هاد خارج السلام اللي مكنش حاجة اسمها خارج السلام في النظام الاساسي ديال 2003 بالنسبة الابتدائي وبالنسبة الاعدادي اذا ما نبقوش نديروا التضليل ونقولوا بان المبرزين عندهم خارج السلام اساديد التانوي عندهم خارج السلام فما عندكم التشعي علاقة بهم بكل بساطة ان النظام الاساسي ديال خمسة وثمانية الفين وثلاثة فشروط التوظيف كانت مختلفة التانوي عندهم شروط التوظيف تتخرجوا بالعشر او بالحاد عشر عندهم خارج السلام الحاد عشر وخارج السلام والان هذو اللي عندهم خارج السلام ستحدث لهم درجة استثنائية الاعدادي عندهم تتخرجوا بالتاسع تدوزوا سيب اير عندهم عندهم يعني العاشر والحاد عشر ترقيتين ترقيتين المسار المهني المحدود ما تبقى وش تخلوضو فإحداث درجة جديدة او ممتازة درجة ممتازة او استثنائية عند المعايير ديالها ما غد نبقوش نعاود نفس الاخطاء الاتفاقات الارذائية الاتفاقات الاقسائية لتضيع الحقوق على الفئات المستهدافة وغد نوضح لكم في هاد الفيديو ان السبب ديال هاد الهم لك حلو ضايع ضايع الزمن المدرسي والخضر المدرسي ديال التلميذ من الفين وثلاثة السبب دياله هو فتح باب طرق الحادي عشر بالنسبة الابتدائي ما كانش خاصويت تفتح في الفين وثلاثة في الفين وثلاثة هذا هو السبب هذا هو الهم اللي كانت تديروه النقابات وتديروه مع الجيستيونير اللي ما عندوش بعض نظار تفكرها في الارضاء ديال القواعد ديال الاحزاب اللي تكونوا شدين يعني الحكم هذه الساعة يعني في الحكومات ويرضغوا يعني الادرع النقابية ديالهم والقلاقبات ترضي يعني الادرع يعني القواعد ديالها على حساب الحقوق في الوقت اللي كانوا يحملون الشعار دي الواجئة يعني الحقوق بالعدالة والواجبات بالامانة لأدوا الواجبات بالامانة اخدوا اللفت ولا حقوق بالعدالة وتقعدوا وما اخدوش الحقوق ديالهم كيلة قاعد بالتاسع وبالتامن مقابل انهم يفتحوا لهم باب طرق الالحاد عشر في الفين وثلاثة الخطأ الجسيم هو انهم فتحوا باب طرق الالحاد عشر في الفين وثلاثة والان اذا كرروا نفس الكرة خارج السلم في النظام الاساسي الفين وثلاثة وعشرين يخلف ضحايا جدد فهذا النظام فهذا خارج السلم الذي اللي تقولوه الان اللي هو الدرجة الممتازة فيخص ميتين وثلاثة وعشرين الف موظف ديال الدولة كاملة ماشي هذه القطاع التربية الوطنية واحضر معيانا على الملفات اللي بقى عالقة زالقة تراكمية في قطاع التربية الوطنية ماشي اللي تخص الوظيفة العمومية كاملة اصلح لي الاعطاب انصف الفئات اللي كانت من فتح باب طرقي الحد عشر في الفين وثلاثة الفين وثلاثة اكبر خطأ داروه هو فتح باب طرقي السلم الحد عشر في وجهه الابتدائي اكبر خطأ داروه هو يعني استفادة المرتبون في السابع من ثلاثة وثلاثة وثلاثة من المادة مية وثلاثة في الفين وثلاثة ما كانوش تبنو التفاقات والمعالج للتفاقات والتسوية للتفاقات بالحقوق حسب الاولوية اذا من يجب بن موسى ودار التسخيص للملفات كاملة جميع الملفات جميع الملفات واجملها في ملف مطلبي فيه سبعة وعشرين ملف هذه السبعة وعشرين ملف لا تخص اي نقابة من النقابات بل هي خلاصة لجميع الملفات المطلبية دي الجميع النقابات ذات التمتيلية بمن فيهم حتى اللي فقدت التمتيلية لا يستمع لها و سلم منها الملف المطلبي دي لها وخلص داك دار خلاصة في ملف مطلبي في سبعة وعشرين ملف في اوي ودار التسخيص والدراسة والفرز والتصنيف والترتيب حسب الاولوية اتفاق ديال 18 جناير المرحالي المبدئي هذا هو الاتفاق لباز هو اللي غايت نزل في 2023 لان الملفات دياله تخص القطاع والتزم رئيس الحكومة ان جميع الملفات دا طابع القطاعي لعندها ارتباط بالقطاع ديال التربية الوطنية سيتم حلوة ما كلف التمن اما الملفات المتضمنة في الاتفاق ديال 14 ينير جزء منه فهو دا طابع مركزي عنده علاقة بالحوار الاجتماعي عنده علاقة بجميع القطاعات الاخرى ونحن لا نؤمن إلا بالقانون المالي والقانون المالي ديال 2023 به ادرجت وضمن بالمضامين المالية لأجرة الاتفاق ديال 18 ينير ادن لاش قلت لكم انا فتح باب طرقي الى السلم 11 على انقادنا في 2003 كان خطأا جسيما هو اللي كرس وهو اللي راكم هاد الميل فات لان باش تفتح باب الطرق الى 11 خصك حتى تنصف جميع الفئات اللي كانت جد متضررة وهي ديال تمانينات انا داك اللي كان في 95 كان خاصهم يدوزل التاسع في 2001 يكونوا دازل العاشر ما كانش يكون التراكم في الوقت ليل فوجين 93 94 عندهم بين سنة ونصف وستة اشهر دمجوهم في السلم التاسع في 95 وفي 2019 رجعوهم متابعين لضحايا النظامين اللي تخرجوا بالسلم التامين ووخ المرسوم تقسيهم لانهم استافدوا من المادة 115 مكررة 6 مرات في 2014 عاودوا تحت الدس أعطوهم سنوات اعتبارية واستافدوا تاهم من المرسوم جوز 19-504 ولو محسوبين مرة في 95 تحسبوا على خريج السلم التاسع اللي مرتبين الآن في السلم العاشر وفي 2019 ولو محسوبين على ضحايا النظامين اللي تخرجوا بالسلم التامين في حين أن لفواجي الثمانينات اللي تخرجوا بالسلم التامين أصحاب الباكالوريا كانين اللي تقعدوا بالسلم التاسع فمن يجاو في 2012 2003 تمت البرمجة ووضع السلم التاسع في طور الإنقراض واعتماد المادة 112 من أجل تسريع الترقي من التاسع إلى العاشر هذا هو الخطأ في الدار كان خاصهم يستافدوا فقط صحاب الثمانينات لمرقين غا مرة واحدة 23 سنة دي العمل يا من الله مرقي مرة واحدة من المادة 112 حتى يدوزوا صحاب الثمانينات كلهم يدوزوا لعاشر ما يدوزوا من الترقيات دي العمل نمسحب الثمانينات والثمانينات واللي هم قيدين بالمادة 112 من ألفين وثلاثة وبقاوا تجروا طوالهم كلمة ترقات الألفين وعشرا اللي باقين خدامين اللي باقين مزاولين واللي تقعد تقيدنا ثلاثات السنين وحديثة المناصب مالية دي العمل ثلاثات سنين والمادة 112 ترقي استثنائية في حدود أربع سنوات ونتقعدوا وتبقوا فينا الكوطان وتقعدوا بالتاسع وتصدر المرأة وتصدر لوائح دي الترقية دي العمل في السلام العاشر في 2007 لأن الترقية استثنائية في حدود أربع سنوات من 2003 في حدود يعني 2007 كون بمفعول مالي يضمسوا اللي كارد دي يهبطون يحيدون يقبروا هديك اللي لست ويدوزوا بها أصحاب الإجازة المصنفين في التاسع لكن خلصهم يرتبون يعينون أو يدمجون في العاشر مباشرة وباعتمادات مالية مستقلة لأنهم عندهم الإجازة والإجازة تخول لهم الإدماج في العاشر فكانت هذه السياسات ترقيعية من أجل توفير سيولة المالية للخزينة وهذه التجاوزات وهذه التجاوزات هي السبب اللي كانت في تأجيج الأوضاع وتأجيج الإضرابات وضايع أبناء الشعب المغرب الفقراء من الزمن الغلاف المدرسي ديالهم وهو اللي كان سبب في نهيار المنظومة التعليمية وماشي الانتقالات مقابل ماذا؟ بشي فتحه باب طرق الحادي عشر في ألفين وثلاثة ويتم اعتماد سيغة واحدة للطرقي وهي الطرقية بالاختيار ألفين وثلاثة ألفين وثلاثة ألفين وثلاثة ألفين وثلاثة ألفين وثلاثة كل شي كان ندزل للحضاعش أين ذاك وبقوط يخبطه في 12 ألف درهم الآن والآن خارجين تقول لك احنا خارج السلم الدرجة الجديدة لتخصنا احنا خارج السلم كان من المفروض أن حتى يوضع السلم تاسع في طورة القراد أين ذاك تفتحه باب الطرق إلى الحادي عشر تخلى أصحاب الزنزانة التاسعة في إضرابات متوالية وضياء للزمن المدرسي ديال التلميذ حتى الألفين وثلاثة لتحلم الف ديال الزنزانة التاسعة ليه عود رسمه التسقيف اللي بدأ من واحد واحد ألفين وثلاثة مقابل ماذا؟ باش يصرعوا لهم هما فتح باب الطرق إلى الحادي عشر وفي ألفين وثمانية داروا خمسة سنين في الحادي عشر ولو تقول لهم تحنا بغينا بحال أصحاب الإعدادي والمبرازين بغينا أوري شير عدنا خمسة سنين وعدنا الرتبة السابعة نفس الفئات في نفس الاتفاقات متوالية ولو محترفين في بناء الملفات وبناء التنصيقيات ما هم إلى قواعد النقابات وتتبنى لهم نفس الملفات لأنك كانت الحقوق حسب الأولوية ما كانش يكون هذا شيء فالآن خص الأخطاء التي ارتكبت في النظام الأساسي ألفين وثلاثة والأعطاب لجاءت بأنظمة الأساسية السابقة خمسة وثمانية ألفين وثلاثة وجميع المراسيم الجائرة يجب أن تصلح وهذا ما صرح به رئيس الحكومة عندما قال فالسلم التاسع وضع في طور الانقراد عبر ترخيصين اثنين الترخيص الأول من ألفين وسبعة إلى ألفين وثلاثة إلى ألفين وسبعة والترخيص الثاني من ألفين وسبعة إلى ألفين وثلاثة ألفين وثلاثة ألفين وثلاثة كان حتى الناس باقيين في التاسع وفتحوا باب الطرق إلى الحادي عشر هذا الشيء لش تعطلت تعطلوا الناس في الترقية ديالهم بسبب هذا هذا الخطأ تاكتيكي الخطأ الجاسيم بفتح الطرق إلى الحادي عشر في ألفين وثلاثة في ألفين وثلاثة لأنه كن تم تقييد فقط في الجيد المتدرد الثمانينات فقط من ألفين وثلاثة ألفين وسبعة كان كل شيء غدا يدوز للعاشر كواحد ما غدا يبقى ديال وديالسبعينات ما يتقييدوا حتى يدوز حتى يدوز أصحاب الثمانينات كلهم العاشر لمرقين مرات يدوز في السلم الحاضي عشر وباقي مستهفتش من خارج السلم هذي بينه مزدوجة درجة الممتزعة وتقاعد وهي الزلمة وتقاعد وهي الزلمة إذن مخص يتكرر نفس الأخطاء فالدرجة الجديدة اللي جات في 2011 كانت تستهدف من كان المسار المهني دي المحدود وهم أصحاب الإعدادي وأصحاب الإجازة الذين وظفوا وعينوا بالسلم العاشر والمبرزين الذين وظفوا بالسلم الحاضي عشر وبالتالي فكل كل أستاذ أو أستاذة كان المسار المهني دي المحدود في طرقية أو طرقيتين لمحصورة طرقية دياله في الحاضي عشر تمنح له الدرجة الممتازة والمحصورة طرقية دياله في الدرجة الممتازة تمنح له الدرجة استثنائية وهذا ما سيتم اعتماده في النظام الأساسي المقبل باركة من الهريف ولا مجال للعواطف الحقوق لا تأخذ بالعواطف ولا بالتكالية ولا بالمحسوبية ولا بالزابونية ولا ببك صاحبي ولا جدك في العرص مدام نحن في هذه القناة سنقوم بالكشف عن جميع المغالطات وجميع التغارات والعيوب والطقوب والتجاوزات والتحراميات والتشهليب من ايين كان ومن يجاو دخل بحال كما داروا ضحايا النظامين بأطرش من 2012 هادوكرا صرقت الطرقيات هادوكرا هم اللي مكانش خاصهم يدخلوا يستافدوا من المادة 2012 في 2003 ولا هم استافدين مرتبون في السابع من 72 الى 79 ليسوا بضحايا النظامين ضحايا النظامين هم خريزي السلمي الثامن من 80 إلى 86 هادوكرا هم ضحايا النظامين لي كانوا مستهدافين ولو المرأة قتلتت المرات وديز من التاسع للعاشر وهيرف بالأقدامية الأمة وديز من التاسع للعاشر بستة سنين ويدير ستة سنين تاني في العاشر ويردوه ضحايا النظامين ويدوزوه علاش لأن كان أبو صابونا وأبناء العاشرة ونعقابات اللي تتبنى لهم حتى أن المتقاعدين من 2012 إلى 2015 بقسيين من مقتدايات المرسوم ورغم ذلك سيستيم دول إديكاسيون ناشونال لحد الآن لا يعترفوا بهم ودخلوهم ودوزوهم بيوم قبل ويوم قبل يعني أنهم ما كانوش عندهم الحق في الطرقي الرابطة الوظيفية مع الإدارة منتهية وبالتالي فالإدارة لا يمكن لها أن ترقي أي واحد ما خدامش معها ورغم ذلك خلصهم في يوم قبل يوم واحد من الخازنة وما كانوش خدامين فيه وتيجي لك على الإضراء بيقول لك الأجر المقابل للعمل ويحينوا له الوضعية دياله الإدارية ويقيد وتعطيها سنوات اعتبارية ويحولوا إلى صندوق المغرب للتقاعد ويأخذ رابل سمين وهو مرقي ربعات المرات وغير معني كضحية من ضحايا النظامين واللي ضحايا النظامين الأصليين اللي تقاعدوا من 2003-2004-2005 ضحايا المادة 1112 يتقاعدوا بالسلم التاسع فتبا لأين يتجرأ أن يقفز عن الحقوق فهذه المرة لا مجال للتغليط ونحن هنا في هذه القناة انتهى الكلام تحية نيضاليا للأحرار والحرائر فقط لا غير شوفكم فيديو آخر